يعني أنا أقول الفترة اللي هو صمت وسكت فيها أنا أشوفها جيدة لأنني وصل لها الرسالة ترى ما قاعدت عامليني باحترام ما قاعدت قدريني أتكلم معاش ما تسمعيني أسولف معاش تقاطعيني وأحيانا يعني في لحظات الانفعال يعني في بعض الزوجات يوصلون لدرجة الشتم والسب فأنا أقول الرسالة وصلت الآن أنت عاد غير التكنيك وغير الأسلوب كلها خلاص أنت حين فهمتيني وأنا ترى صار لفترة أنا ساكت وانت صمتي قاعد يزعجج طيب أنت عامليني بالطريقة اللي أنا أحبها وأنا ما عندي طلبات واحد ليه تكلمت لا تقاطعيني وليس ولفت سمعيني بس أنا أخوهما أنا ما أبي شيء وبعدين رب العالمين عطل الإنسان أذنين ولسان واحد حتى يسمع أكثر ما يتكلم فأنت سمعيني ولما خلص السالفة بعدين تسألي عبري علقي تكلمي قولي رايك بس خلص موضوعي فأنا أقول جيد يعني طالما أنه هو بيّن وجهة نظرة وهي ما استجابت وبعدين التزم الصمت فبدأت تقول ليش ما تكلمني معنات الرسالة وصلت خلاص الآن دورك أنك أنت تنظم العلاقة من جديد في قضية الحوار حتى تنجح العلاقة بينكم